العبادة والخدمة لجامو يالله أبليكي الإسلام وبعد فتعالوا أيها الإخوة المؤمنون ونحن نستعد لذكرى الثامن عصر من صفر تعالوا نتذكر وصية للعبد الخديم صاحب حادث الذكرى وصية وصها للمريدين قبل سفره وكانت وصية طويلة جامعة منها قوله رضي الله عنه من فعل ما أوجبه الله مخلصا نجا من النار ودخل الجنة بفضل الله ورحمته ووعده ومن لم يفعله عامدا جهدا لوجوبه هلك ودخل النار بعدل الله وغضبه وإعاده فيا قومي خاف الله وأطيعوه خاف الله وأطيعوه فيما يأملكم به ولا تخالفوا أوامره واجتنبوا نهيا لا يراكم حيث نهاكم ولا يفقدكم حيث أمركم وعلموا أبناءكم وأزواجكم وكل من تعلق بأزيالكم ما أوجبه الله عليهم وإلا فسوف تسألون يوم القيامة ودوموا على التوبة في كل وقت وحين ليحصل لكم توفيق الطاعة فإن شؤم الذنب يورث الحرمان ويوخب الخزلان وقيد الدنوب يمنع من المشي إلى طاعة الله والمسارعة إلى خدمته ونهيتكم عن الإصرار فإنه يسويد القلب فتجده في ظلمة وقصوة لا خلوس فيه ولا صفوة ولا لذة ولا حلاوة فإيجرروا صاحبه إلى النار وإلى الكفر والشقاوة ميسانت برمتدب سبحانه وتعالى بجلدكي ننتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم باقي نينيك نيكي ويرو سفر نينيك 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 كوركب أغضر ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر